موسيقى موسيقى بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أؤمن يا رب بأنك أنت الرب وحدك والخلاص أؤمن بأنه كل أوانين البشر يا رب محبتك فوى لأنك جعلت كل الشرائع لخدمة الإنسان وأنت الرب جيت لتخدم الإنسان أنت اللي علمتنا أنك ما جيت لتخدم بل لتخدم وتبذل نفسك عن كثيرين أنت اللي جيت مرت تكون قاضي وقلت من أقامني قاضيا أو مقسما للي عم بيطالبوك تكون قاضي لكن جيت لتكون الرب والراعي الصالح اللي بتعرف خرافك وخرافك بتعرفك لتكون الطريق لكل اللي يضلوا الطريق لنوصل فيك للآب لتكون النور لكل اللي عايشين بالظلام لحتى اللي بيتبعك ما يتعثر بالظلام ولا يترك أعمى يقود أعمى ويسقط الاثنين بحفرة وحدة أنت يا ربي يسوع المسيح اللي جيت لتكون لألنا الحياة والحياة بوفرة أنت اللي بتعرفنا بأسماءنا وأنت اللي بتدعينا لفرح ملكوتك سمحنا يا رب لأنه اليوم منفضل نعيش بالظلام لأنه منخاف تكشف أعمالنا قدام نورك سمحنا اليوم يا رب لأنه منحب الإزدواجية منحب نبين غير ما نبطن وانت علمتنا ليكون كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد ع ذلك فهو من الشرير انت علمتنا ما نحابي الوجوه ونحن منحب محابات الوجوه لهيك منطلب رضا الناس أكتر ما منطلب رضاك ولهيك بهمنا قيصر أكتر ما بتهمنا أنت لهيك نحن ما منعرف نعترف لك بينك أنت الرب والمخلص اليوم يا رب نحن يابسين بلساننا لنشهد لمجدك يابسين بعيوننا اللي ما بتشوف أبعد من اللي زيورة ويابسين بيدين اللي ما بتعرف العطاء اليوم يا رب منحط كل هالأشياء بين إيديك ومنسلمك هالحلقة بكل شي رح ينقال فيها ولكل اللي رح يشاركوا فيها ويسمعوها ويشاهدوها لتكون يا رب لكل مريض شفاء لكل حزين معزي لكل تعبان راحة ولتكون السلام لبلدنا لبنان وللعراق ولسوريا ولفلسطين ولكل جهات الأرض اللي عم بتعاني من قلة السلام وتكون يا رب انت المالي بنعمتك الأرض بكل قراطة ولكل شعوبة لك منعترف بانك انت الرب لك المجد هلا وكل وقت ولدهر الداهرين أمين مساء الخير ونهار مبارك بلقاء جديد وبتأمل مع بعض بينجيل الرب من خلال انجيل الديس مرقص عم نتأمل بحياة الرب وقبل ما غوص بالانجيل بحب أقول مبروك لألنا نحن المسيحيين شهيد جديد من آبائنا الكهنة لأب هو سيب اللي قتل هو وبيه واختالته داعش وبدنا نصلي لأنه الأرض اللي بيزرعوها دماء الديسين تنبط شعب مبارك والديسين وبعمرهم المسيحيين ما نقرضوا لأنه كانوا شهداء بل كانوا يكتروا وكانوا يتبارك الأرض اللي هن ماتوا فيها لهيك من قول بطروبارياتنا مغبوطة الأرض التي أخصبتها دماءكم أيها القديسون الشهداء الظافرون لكن نحن منعز كنيسة اللي رقد فيها واستشهد الأب هو سيب يلي الكنيسة الأرمن الكاتوليك ومنعز الكنيسة كلها لفعدانا كاهن ومننبسط بالواد ذاته وما منح زن كبافي الناس الذين لا رجاء لهم لأنه منعرف صار عندنا قديس وشهيد بالسماء عم بيصلي لأجلنا والأرض اللي مات فيها رح تنبط حياة لأنه نحن نؤمن مع المسيح موته هو حياة لطالبيها لكن نقول مسيح قام حقا قام وقال الله يبارك كل كنيسة أخصبت واغتسلت بدم أبرارها وشهداءها وكل كنيسنا بالأرض كلها عم ترتسل يوميا بدم أبرار من شعبة من كهنتة من مكرسينة من رهبانة من رهباطة اللي كان بشاهدتنا الحمرة يعني شهادة الدم أو شهادتنا البيضة أي شهادة الحياة وعملهم وما تفكروا أنه الكنيسة كل رجالاتها مكرسين ناس منهم بشبهوا يهوزة لا في منهم بشبهوا بطرس التايب وفي منهم بشبهوا يحنى الأمين حد الصليب ومنهم بشبهوا التسعة اللي رجعوا ومع كل أسف في منهم بشبهوا يهوزة وهذا مجتمعنا البشري لهيك منصلي للرب يكبر بحياتنا وتتمجد عماله بحياتنا ونتمجد نحن من خلال الحياة فيه ومعه ولأجله تأملنا اليوم بالإنجيل بقودنا لفكرة هل المسيح اللي اليوم رح نتأمل فيه هو مجرد إنسان أجعلها الأرض لا يعلمنا ويفل أو هو أعظم من هيك هو إله أجل يبقى معنا حتى انقضاء الظهر وهذا كلامه أنا معكم حتى انقضاء الظهر أجل يقول كلمة بتتغير بالزمن أو أجل يقول كلمة بتبقى لكل زمن وفوق كل زمن وقبل كل زمن وبعد كل زمن الزماء والأرض تزولان السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول كلامه اللي بيبقى اللي هو كلمة أبدية أزلية كلمة صارت جسد بيسوع المسيح وكلمته لازم تصير فينا حياة بيسوع المسيح لحتى نصير فعلا سفراء المسيح وريحته الطيبة وإذا العدراء امنى كلية الأداسة بكلمة من الملاك حملة الله نحن اللي عم نسمع كلام الله ومناقض جسد الله ومنقتسم أسرار الكنيسة اللي فيها الله بيعطي ذاته كيف ما بنكون أفضل وكل هالنعم عم تنعطى لألنا من هون تأملنا اليوم بالإنجيل هو وقفة حياة ما في محابات للوجوب ولا مسايرة ولا مراعاة للخواطر نحن منعرف نحن كل واحد بحجمه بس لا حجم فوق الله اللي بتخطى كل الأحجام وما منركع إلا للرب وما منجد إلا للرب وما مندعو السيد إلا للرب وما مندعو معلم إلا للرب وكل التلميذ بقي كلهم تلميذ وإذا دعينهم معلمين عم نتعلم منهم كيف يعيشوا مع الله وكيف يعلمونا حياة الله بهالحالة وإذا نحن منقول لحدا بي نحن منقول بي استنادلا بين اللي بالسماء وإذا غاب بين اللي بالسماء ما في معنى لأبوه على الأرض لأنه بصير أبوه مبنية على المصلحة وعلى الإنان أي وعلى الكبريا وعلى كل الأمور المال علاقة بأبوة الله للبشر اللي حبنا ورحمنا مشانا من هون اليوم تأملنا بينجيل الإنديس مرقص اللي رح نتأمل فيه مع بعض بالفصل الثالث اللي رح ندخل فيه اليوم لتأمن عميق مع بعضنا وسلفا ما حكي إلا الحقيقة والصراحة وبذكركم أبوه نغوص بالإنجيل بأنه الإداس مثل العادة يوم الجمعة بمترانية الكلدان الساعة السبعة بدل السبعة بالتوقيت الشتوي ويوم الأحد الساعة عشر مثل العادة بكنيسة الإديسين بطرس وبولوس بالبترون واليوم بدأ يحمل بسلاطي خلال هالحلاء كل أهل لبنان والعراق بشكل خاص وفلسطين لربنا يحط السلام بهالبلاد وبسوريا وبمصر وبكل جهات الأرض اللي بيحاجة للسلام الكام بقلوبنا الكام ببيوتنا الكام بكنيسنا الكام بمجتمعنا الكام بحكومتنا بكل الأمور اللي نحن عم نحاجة لأله ونقول للرب أنت وحدك ملك السلام وحدك تقدر تعطينا السلام نرجع لأنجيل الديس مرقص والفصل الثلاثة لنتأمل مع بعض ودخل أيضا مجمعا وكان هناك يد إنسان يده يابسة وكانوا يراقبونه ليروا هل يشفيه في السبت فيشكو فقال للرجل اليابس اليد قم إلى الوسط ثم قال لهم ماذا يحل في السبت أن يفعل الخير أم أن يفعل الشر أن تخلص نفس أم أن تقتل فلزموا الصمت فأجال نظره فيهم بغيز مغتما لتصل بقلوبهم ثم قال للرجل امدد يدك فمدها فعادت يده صحيحة فخارج الفريسيون وفي الحال طمروا عليه مع الهيرودوسيين ليهلكوا ما أعطى أصير بالإنجيل بس فيه حياة بحالة كل يوم عم نعيشها ورح أبتدي يسوع كل يوم عم يدخل على كل مجتمع المجسد بهالمجمع كل مجتمع باللبنان بسوريا بالعراق بمصر بفلسطين بألمانيا بهولندا بأمريكا بأوروبا بكندا باستراليا بأي بلجيكا بأي بلد من بلاد العالم عم يدخل يسوع وبيدخل من خلال أشخاص حاملين كلمة الله وعم يحاولوا يعيشوا على ما بيقدروا يمكن أنت منهم يمكن أنت يمكن أنا ويمكن كلنا سوا كل واحد والذي يحدد عديش يحمل الله للآخرين ويكون رسول المسيح مثل ما قال الديس بورس نحن ورائحة المسيح الطيبة نحن سفراء المسيح كأن الله يعيز بنا والأما عم ندخل هالمجتمعات ومنسمع حديث الناس منشوف كليا حديثهم بيفرؤوا عن حديث اللي ممكن نحمله إذا كنا مع الله وما بدنا نرضيهم يسوع للقرايبين اللي آجوا قالوا له ما حدا بيعمل شيء وبحبي بأمخط قالوا أنتو تطلبوا مجد الناس أنا بطلب مجد الذي أرسلني نحن أوقات ما نروح لمجتمعات الناس ما نعود بدنا مجد الله بسي بدنا مجد نحن من خلال الناس منصير صديقيون مثل الفريسيين إذا أعطينا صدع بدنا الناس تبوي قدامنا وإذا صلينا بدنا الناس تشوفنا وإذا صمنا بدنا نعبس للناس يعرفون أنه نحن صايمين وحديثنا حديث الناس ترضي الناس لا ترضي الله لكن عندما ندخل المجتمع نسمع هذا يكذب ونعرف يكذب ويقول إذا أنت عبتكذب بعمل مشكلة دعو يكذب وإنه فرقة معي وهذا يقول يا سيدي ويا ريسي ويا زعيمي ويقول أنحن له لأنه أنا أستفيد منه لدي مصلحة معه وهذه أريد الديراضية لأنه في غاية أنا وياها وكلكم تفهم وشبان وهذا بالديراضي لأنه كذا وهذا كذا قدام كل هالمصالح اللي بترجع لأيلي ما عاد في محلة الله لأنه الله ما بيراعي مصالح الناس على حساب الحقيقة الأبيض أبيض والأسود أسود يسوع ما سيير هيرودوس ما كان رجل يسوع يبس قريب عن بداري ما سيير والصديقيين خير أن يموت إنسان أن تهلك أمة كان يسوع مزعج بالنسبة لكل الفئات وهذا اللي قال رئيس الكاهنة يسوع ما كان رجل دايما عب بخرهم للفرسين وعلى مشاعلهم يا مرائين فتحهم متى 22 يا مرائين اللي بتطفوا الماء من البعض وبتبتلعوا جمل انتم بتشمال قبور المكلسة انتم بتحملوا الناس أحمال ما سير بيلاطوس قالوا ما كان لك سلطان عليه لو لم يعطى لك من فوق مرد على هيرودوس اللي كان بده عجوبة حتى يطلق سابير مع انه قلبسوا رداء ارجواني نحن لا منع عنها الجرأة لأنه مش الله اللي يهمني انا قيصر اللي بيهمني لأنه أنا مثل بيلاطوس خاف إذا جهرت من المسيح بيلاطوس أو قيصر دايك عندما بدخل المجتمع أعرف الكلا عن برابونها عادة حاله مسيحي دعونا نرى كيف يبين مسيحيته لا لا يبين مسيحيته ما أريد أن يبين مسيح وكل يطلع فيني يصطفل يقولون نكتب أزيئة يقول عشرة يلبسون النص تيب يطلع بلا تيب لو أكثر منهم وقاحة وكثر منهم موديرن وتحرر يصبح بسبعة بمئة مرة وين أخلقك المسيحية وين أخلقك المسيحية إذا أريد عيش حسب المسيحية يقول عني متخلف يقول عني متخلف يقول عني أنا موديل قديم ما عش بمشي بهال الزمن يقول يطلع له من المسيح نعم ما يطلع لي من المسيح إن ابن الإنسان ليس له موضع يسند إليه رأسه ورؤساء الأمم يسودونهم والمتقدمين يدعون عيزما أما أنتم فليكن فيكم هكذا الأول فيكم فليكن خادماً للكل لهيك أنا لما بدخل المجمع أنا ما أنا مثل ياسوب لهيك ما بدوا يطلعوا علي ليشكوني بيطلعوا علي لأنه بيعرفوني لحسائرهم ولأنه أنا أصب بتززى الريح وحتى لا بقدر ببلغ المسيح بكماله ولا بشباه يوحنى بجرعته لأقول له يرودوس لك تأخذ المرأة تخيك لك أنا مسيحي أنا عن حالي عم بحكي مش عن حدا منكم أبداً أنا مسيحي تافي لأنه من يعني مستوى انتظار المسيح اليوم لو بيطلع واحد بهين زعيم تولع البلد كله بيطلع شخص أي كان بيقال عنه هو بيساوي لله ما بفتح حدا تمه وبيعترض أي كان هالشخص اللي عبين قال عنه هو الأول للمعترضين لازم يكون يقول أنا إنسان مني الله شو ما كان مركزه وشو ما كان منصبه ما في حدا بيساوي الله ولا حال عدرة جابت وكلكم بتفهموا شو عن باني نحن عنا مشكلة إنه نقول حيا أنا بحترم كل السلطة بس ما بحط حدا محل الله ولا حدا بيقدر يكون محل الله لا شبيهة لك يا الله نجي منه هذا صار محل الله هيا هيا العدرة جابت كده هيا مرة قالت موعة بتفهم بتفهم ما بتفهم أنا بفهم وأنت بتفهم طلع ووضح قول هالشي غلط قول فيه إيمان بس بدنا نساير نحن عشين مش نعنا زيال التاك بقولوا أنت من فريد تاني وزيالت عن الفريد تاني بقولوا أنت من هالفريد أنا ش بدي لابي هالفريد أنا بصلي للكل بس ما بسكتل غلط عند حدا أبدا لأني مسيحي ولأن يسوع علمني أشهد للحق وقال لي هو ولد ليشهد للحق وكل من كان من الحق بسمع صوته بتابع الإنجيل وكان يسوع وين بالمجمع ودخل يسوع أيضا مجمعا وكان هناك يابس إنسان يده يابسة تعرف الإنسان بشبهنا كلنا سواء مين مننا أيده مش يبسي مين مننا أيده مفتوحة للعطاء بينعدوا هدول اللي بيشبهوا الساميري الرحيم بحياتنا الله يكترون هدول اللي بيشبهوا الأرمال اللي بيعطوا من حاجتهم الله يكترون بس كتاب بيشبهوا اللي ما بيعطوا إلا لمجد الناس مثل الصديقيون والفريسين كنوا بحطوا بالهيكل كتيرين إذا سمعوا يسوع بلون عطوا بمضوا حزانة مثل الشاب الغني وكتيرين عبي يأكلوا كل يوم أحسن أكلوا أحسن تيب وخيهم عبوت على بابهم مثل العزار وكتيرين ما بهمهم بالحياة إلا يقولوا مع الغني الجاهل يا نفسي لكي خيراتهم كثيرة فاكولي واشربي موضوع على السنين كثيرة كنت نعهمي وبينسوا أنه يمكن يموتوا وخلينا نعد أنا ما بديدين حدا شوفوا نسبة اللي بيشبهوا الغني الجاهل ونسبة اللي بيشبهوا الغني والعزار ونسبة الشاب الغني اللي بيشبهوا ونسبة اللي الصديقيون والفريسين اللي بحطوا بس ليأخذوا مجد الناس ليعملون أرماط بالكنيسة بأنهم تبرعوا ليعملون مباني على اسمهم وشوارع على اسمهم ليبنوا أبراج مثل أبراج بابل علي اسمهم ليخلدهم التاريخ واللي ديخلده اللي بيتخلد بحجر بيضيعوا تحته إذا الرب مش مصدر قوتي واستمراري في الصديق وكان ناخلتي يزمر يزمر وكارزي لبنانا ينمو مش بيطلع فوق الأطراب لأنه بالرب واللي بيبنوا مجدهم بدون الرب رح ينجلوا تحته وقداش أبراجهم عالي بنفس العمل لتحك ولا تحت ولا تحت ليروحوا فيها بدون الله أني كنت جائعا فلم تطعموني وغريبا فلم تقوني وسجينا فلم تزوروني وعريانا فلم تكفز بهؤلاء كل الهلاك هذه لازم نفهمها لهيك ما أكتر الياب يسي اليد بأيامنا وكانوا يراقبونا ليروا هل يشفيه في السبت يا حرام على الإنسان اللي بتمه الشريعة كتر ما بيهمه الإنسان يا حرام على الإنسان اللي بيهمه الحرف أكتر ما بيهمه الروح يا حرام على الإنسان اللي بيقدر المظهر أكتر من الجوهر يا حرام على الإنسان اللي بيقدر اللون أكتر من الصفات والأخلاق اللي بيقدر العيلة أكتر من الصفات اللي بتنتج والناس اللي بعيشهم يهي هذا لو أخلاق أمني حبث مش ابن عيلة هذا لو أصعر ما عليش هذا ابن عيلة وعيته مرتبة فلات نحن نشتري اسم تعرفوا هالكلمة المنقولة عم نشتري اسم خد الاسم والباسم الانسان مان هو اسم الانسان هو عمال هيرودوس كان اسم كان ملك وبيلاطوس كان اسم كان حاكم وهيرودية كانت اسم وكانت ملكة والصالومي كانت اسم كانت ملكة شو الفايدة اسماء ويسوع كان اكتر من اسم لانه مقدروا يحدو باسم لكن عتوه بانه شارد العقل وبانه مجنون وبانه بعد زبوت بس كان هو فوق كل هدول هو الله اللي ما فهموه اللي قتع الى خاصته وخاصته لم تقتلوه ليشكوه فقال الرجل اليابس اليادي يسوع اليوم بقلك وبقليه قوم انت اليابس اليادي قوم تحرر ما تاخد شي معك شو بينفع الانسان اذا بيربح العالم كله وبيخصر نفسه قوم عم تبني قصور عمالش تبني مجد الله بحياتك بدل ما تبني اهراء لا تحرر فيها غلالك قوم اللي انت عايش بطنك قوم فكر بخيك الجاية قوم اللي عندك خيرات تيره ارتفت وطلع الاخوتك شباه الزكا اللي عطى كل شي للرب مش كل شي ما صارش حاد بس بالقليل اذا ظلمت حدا برد الوطاة اضعاف ونص اموالي بعطيها للفقراء اليوم نالها البيت الخلاص قوم الى الوسط يسوع بريدي حطها الشخص بالوسط لحتى يبين عمل الله فيه اذا ابوه بده الله يشتغل فيه شو بالناس ثم قال لهم ايحلوا في السبت ان يفعل الخير اسألوا ذاتكم بحلنا نعمل خير يوم السبت او يوم الاحد او كل يوم من ايام حياتنا او الخير له ايام والشرط له ايام ممند نكون نحن لا حرين ولا باردين فاترين ممند نكون اجرب البور واجرب الافلاحة لايك هل يحلوا ام الخير بالسبت او لا سؤال يسوع عم بيسأله ام ان يفعل الشر اسألوا ذاتكم انتو اللي بتقول وسعلك وسعلك Hogs ولما ليس عب تهمشوا على هال المبدأ انتو اللي بتقول يوم اليك ليوم عليك وليس عبتمشوا على هال المبداء انتو اللي بتقول يوم الاحد ويوم الأود وبااء الايام هي ei utilisوا يوم السبء يوم الشرط والله الأول اول دخل قلق مر لجمع يعني اله يا ربنا يوم والباقي لا سسألوا سؤالكم هالسؤال انته , Deutschland لاتصل واحل الاتصالات ما تلوحه لحتى تأخذ congress اللي كان باللبنان وخارج اللبنان لمشاركاتكم اللي بتغني البرنامج وبتسعدني والجملة اللي رح نقولها يابس اليد انا شفيني يا يسوع خلاصي انا يابس اليد انا شفيني يا يسوع خلاصي انا منتابع بالانجيب اللي يكون صار في اتصالات ارقم التليفون عم تمروا قدامكم الكنب لبنان او كان خارج لبنان اي حل ان تخلص نفس تخلص نفس ام تقتل هذا سؤال يجب نسأل اليوم نقتل كل الايام لا تظن ان يوم الاحد يوقفوا المجرمين يقتلوا يقتلوا لا تظن الحرامية يقوموا فرصة يوم لأحد يسرقوا لا تظن ان يقوموا السبعة وزمتها يقتلوا يوم لأحد يقوموا بطلوا كل هالأمور بينما نحن المسيحية من حد الله يوم ونترك كل الأمور الجمعة نتنعش لماذا لا يكون ربنا بتمدية كل الجمعة ويسوع بأولى احبب الرب الهك بكل قلبك يعني كل ديال وبكل نفسك يعني كل ثاني وبكل قدرتك يعني بكل عمل احبب قريبك كنفسك ايه الوصيلة الاولى والتانية اللي بتشبه فلازموا الصمت هنين سكتوا رغم سكوتهم بس ما سكتوا عن أناع ولا سكتوا لأنه أمن وسكتوا لأنه ما حدوا يجاوبوا الأفضل من سكته ومن صيبطنا الكبرى كل واحد ما منقدر نسكته نقتله كل واحد ما منقدر نوقف الدم نوره منطفيه كل شخص ما منقدر نعيش الدم حياته منبعده عن حياتنا لما يزعجنا وهذا اللي عملوه بالله وهذا اللي عملي برسله وقالنا حسب التلميذ أن يكون مثل ما علينا برجع بذكركم بأرقام التليفون اللي عم تمرو قدامكم بلبنان وخارج لبنان بنطر اتصالاتكم ومشاركاتكم حتى نكون كلنا عم نشارك وكلنا عم نغتني من خلال بعضنا البعض عبر تعمل بكلمة الله والمشاركة فيها فلازموا الصمت فأجال نظره فيهم بغيز مهتم شوفها الكلمة شوائسة ولا مرة الإنجيل بوليس وقال نظره بغيز بغضب وهون شيء كثير مهم الغضب مش خطيئ هي لازم نفهمها لأننا قلنا عبونا بغضب أنا يعني خطيئ لا ماربولوس بدعيني أغضب والأغضب ولا تخضر كيف بده كان يغضب وما أخضر الغضب بحد ذاته شيء كثير منيح بأنه بدل عن ثانيتي وعن فعالي وعن محبتي أنا إذا عندي ولد سوف يكسر حاله أو حمك سوف يغضب عليه وضربه على أيديه لكن ليس لأنني أكرهه لأنني أحبه لأنني أبوه ما يعمل مصيبة أكبر فإذا الغضب بحد ذاته ليس خطيئ لك باخله اتصال وبكفر بقلبك مت يابس اليد أنا أنا خلصت يا يسوع ربي رب الأرض والسماء أمين أو خلاص أنا مين معي لي ماضي من دليل الأمر ألي الله معك تعودنا دائما نعني شركات حلي ليك كيف سمعته لأهلأ أكيد الشريعة بخدمة الإنسان والإنسان قبل الشريعة وقبل كثير مزبوط نحن نحطين الشريعة قويت منحطها قويت منكتر يعني حتى في درجات يعني قويت منمرقة الشريعة أنه قبل الإنسان بحط له ونينه وأنظمة يرجع نعني تنتسلط علي وهكي أبونا الكنيسة رجال الدين بحلوا بيربطوا ما يحلونه في الأرض يكون محلولا في السماء وما يبطونه في الأرض يكون مربوطا في السماء نعم هم اللي عم بحطوا له نتمثيل لللي عم بيتبرعوا هم اللي عم بيعدون قدام خليني أنا بدي جاوبك إلي وبيصدق مع أنه بعرف هلا كتير رجال الدين بدون يزعلوا أول شي بدي صحيح بعد التعابير اللي قلت وجاوبك مثل ما تعوّت علي أنت والباقية بكل صراحة أول شي ما بنستعمل إليه كلمة تمثال حبيبي لأن التمثال هو الصنع لا لا عم بحكي فردو على تمثال اللي عم بيتبرعوا ما أنا أدي لك إليه لا أكيد أنا مش عم بك يعني لا أنا فمت عليك إلي بس خليني كفي جملتك بس أنا وصيت غلط فكرتك لا أنا فمت فكرتك أنت ما قصد التمثال اللي بنحطه بالكنيسة لأنه وذول أشخاص عنات الشخص اللي عم بيتبرع عملنا له تمثاله ما أنا عم بجاوبك بس معني يوم اللي بعمل إنسان تمثالي يعني عم بعمله صنم هدي إليك إليه ويوم اللي بعمل الإنسان صنم فأت ضيع طله هويته يعني هو كإنسان على صورة الله ومثاله الله ما نوص صنم لهيك المزمور قال يا إلي أوسانه الأمم فضة وذهب صنعه عيدي البشر لها عيون ولا تبصي هذا بيبصي لها أجزان ولا تسمع هذا بيسمع لها أفواء ولا تتكلم هذا بتتكلم أنا يوم اللي بعمله صنم يعني أنا حكمت علي وعليه بالموت مثل وهليكن صانعوها وجميع المتكيلين عليها عم تفهم علي؟ لهيك أنا عبدي يقول لهالنات يوم اللي أنت بتقدم وهي قلتها هلأ مشوي إذا عم تطلب ماجد الله ما بتخلي يمينك تعرف ما فعلت شي مالك وأنا بدي ساعدك تعمله بس يوم اللي أنا بستزلم لزعيم يا إلي لأنه هالزعيم هو مسؤول كبير بها المنطقة والتبرع تبعه بيجب له أصوات للمنسم انتخابي ولأنه بيعمله دعاية وأنا موافع علي لأنه أنا مضطر أعمل كنيسة ومضطر أعمل قاعة ومضطر أعمل أوضة لعوت فيها وبعبل بهالشي لأساوم يوم اللي بدخل بالمساومات ضيعت سائتي بأ الله وصارت سائتي بالناس أكبر أنا اللي بدي يقوله ما بيحق لنا وأنا عبعيش هالاختبار يا إلي أنا عبعمر كنيسة وانت بقارب صلي سنين ما قدرت أوفيدين لأنه عم برفض هالمبدأ اللي بده يقدم لك يا بيسألك قديش تجيب له أصوات يا قديش تستزلم له له يا قديش تحط له إعلان نحن معترين معترين يا إلي لأنه نحن صرنا نحب الصنمية ومنحب نكون أصنام وعبصير فينا أبشع ما صار أيام يوحنا فم الزهب لما الملكة فضوكية أو الامبراطورة عملت تمثال من الفضة وحطته قدام كنيسة الرسل لدي سيوحنا فم الزهب كثر ووزعه للفقراء نحن اليوم وبدي يبخروا لها قدامها نحن اليوم إذا بصلهم بعض المتبرعين مش كلهم وبعض اللي شايفين حالهم إذا بحط بخور قدامهم بينبسطوا بيكيفوا لو قعدوا بحال الله المهم يتبخروا نعم هدي مشكلتنا نعم وبيقضوا قدام الصوص الأول بالمناسبين مع كل أسف هذا اللي كنت أبقوله هذا اللي كنت أبقوله وهون عم نضيع المسيح وصلك الجوان أنه هون في ناس عم تتشكك يعني عم تضطر صحيح أنا مشان هيك يا إلي أنا بكنيستي ما بحط كرسي لشخص مهم أي إن كان بحطه يقعد مع وين عدي الناس يقعد بيصال بكير يقعد وين ما بده بصال مآخر بيقعد بمحل الباقي وصار معي عدة إشكالات بها السبب مع بعض المسؤولين بالمنطقة وما غيرت ولا رح يغير يمكن ما بيعجبون كثير من الرجال دين موافي ما بحترم السلطة أنا بحترم كل إنسان بس ببيت الله كل يتسابه وقلت هديك نهار قلت ما أحد أبكرة بيروح عند الله رح يدخلوا السمل عنه مع واسطة من الرئيس أو من الزعيم الكل رح يتساوي بما فيهن الرئيس والزعيم أساساً اسمك بولوس أبونا ما بشيرني إليك اسمك حلو وأنت اسمك إليه غيرة رب الجنود أكلتني غيرت غيرة اللي رب الجنود حتى متع تعرجون على الجبن نعم الله يخليك يا رب يا رب أشكراك بنتابع هيكون صار في اتصال الجنين بنتابع الإنجيل فإذن كنت عم بقوله نحن نرجع للإنجيل الغضب ما نشبه حجزات وخطيئة بس كيف نستخدمه هون بتبتدي يعني إذا أنا غضبت على أبني ما بدعي عليه هون بتبتدي الخطيئة ما بكسله رابته وبعزي هون الخطيئة ما بجابه الشاب شاب شاب كنت رح توقع بشيله بكبه بالوادي عملت خطيئة أعظم بأخلص وهلاكته لكن مربولو سأل اغضبوا ولا تخطوا ولا تغرب الشمس على غضبكم ولا تجعلوا لإبليس موضع بينكم فإذا لما بنام على غضبي هون بتبتدي الغضب يسوع غضب على الفرسيين لأنهم مرائين بس أصليب غفلهم إنهم لا يدرون ما زي بحلون عذرهم يسوع حارب خطيئهم بس ما حاربوا إلهم كأشخاص لأنه جاي ليخلصهم قالوا لا يحتاج لأصحاء إلى طبيب بل المرضى هنم فكين حالهم أصحاء وإنهم أكثر الناس مرضى اللي بيعرف حاله مريض هذا بطريقة ولا الشفاء بس عادة حاله صحيح والمرض عبي يأكله هذا مصيبته عظيمة وهون المصايب الكبرى اللي عم نعيشها لهيك الإنجيل بيتابع يسوع عم بينظر إلهم مغتم عم بهم الله تعرفوا أنه يسوع يكون حزين بس نحن نحن نشوف حزنه ببستان الزيتون بكي فصار عرقه كخطرات دم منشوفه عم بيبكي على أورا شالين قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها منشوفه عم بيبكي على لعاظر انظروا كم كان يحبه بس نشوفهم مغتم الغمش كتير بشع ونحن أوقات غمينا الله بيسوع المسيح ليش يتصلوا بقلوبهم ليش هالقلب الحجر بيحشانه ليش ما عدنا نقدر نحب مع أنه نحن مخلوقين بالحب ليش ما عدنا نقدر نشارك مع أنه حتى الأرض بيقول الديس باطليوس تعطيها حبة بتردلك سمبلي أكرم منك ليش نحن صرنا منطوين على ذاتنا ما نفكر إلا الكون كله بيبرم وبيوقف عندي ونسرين أنه أنا يسوع هو اللي كل شي بيبرم على حوالي ولازم أصل لأله وكل ما اقترت من خي كل ما اقتربت منه كل ما رب من خي كل ما اقتربت منه كل ما بعد عن خي كل ما بعدت عنه ليصير بيني وبين ومسافات ما هو اللي حط أنا اللي خطرت لأنه خطرت الطريق الواسع اللي بيودي للهلاك شو بينفع الإنسان إذا بيربح العالم كله وبيخسر بنفسه منتابع بذكركم بإرامة الاتصالات على التليفون قدامكم لكان بلبنان أو خارج لبنان بحب إسمع مشاركاتكم وتأملاتكم منتابع لتصلب قلوبهم شو بشع الألسان يكون قلبه حجر يا الله خلقنا يكون عندنا قلوب من الحمدان والشيطان يشتغل يصلب لنا قلوبنا لهيك يسوا يعلمنا نصرنا نكرم لأ الله بشفاتنا دون قلوبنا هذا الشعب يكرموني بشفتي أما قلبه فبعيد عني وإذا صليتم لا تكسروا الكلام عبسا مثل الفرسيين كانوا يقولوا سكتوا كانوا برأبوا إذا يشفتوا لما سكتوا تأمروا عليه بألب ويتم كانوا سكتوا واللي يسمع يقول يا يسوع أنا سكتوا ما عرفني ينوا يتأمروا عليه لحتى يهلكوا ثم قال يسوع للرجل امدد يدك يسوع قال مد إيدك مد إيدك كلما كان إيدك مفتوحة قبل أعطاك كلمة مليتة بالنعم وكلمة تمد إيدك مضبوبة لا يستطيع تساعد ولا يستطيع امسكك لا يستطيع تخلص بإيدك مربوطة هايك أنا مش عب بوكسك للضغط تعمل لي بوكس أنا أريد فتح إيدك علامة الثلاث فتحوا اللي أملاهن من النعم بطرس معم بيغرى ما عملوا هايك قالوا يا رب نجين مد إيدك مد إيدك مد إيدو سحب ويسوح تصوروا حلكم النازلين من الجبل ونقطع الحبل وواحد عمد إيدو ليخلصكم تعملونه هاي أو بتفتحوا يديكم بدأ نفتح إيدنا لقدر يمسكنا ويرفعنا هالأصابيع الصغار بيصيروا هواقت بيحملوا الجسد كله لما عبشد ليعليك يمكن تنوجع تقلك أبشير من إيد واحد ويسوح تاري اليوم بيمد إيدون لأ الله بس يدين فرع يدين ما فيه شيء لا يعطوا ولا يغضوا من الله لأنهم متفيين بذاتهم وهيدي مصيبة ومصيبة كبيرة ثم قال للرجل مد إيده فعادت يده صحيحة شوف شو حلو مد مليئة وجع مشلولة وجعك مليئة حيات مد ما عم بقدر يتحرك مد يبسي عم بقدر يحرك صبيع عمله هذا كل شيء عمله عمل القطوة بيباسه بموته وإيده الميت المنفصلة عن جسده رد متصلة بجسده لأنه المسيح حط حياة الحية وصار المسيح ماشي بكل حياته لأنه صار عمله يشهد لأله كل ما يشاهد يقول هذا إيد باركة الرب إيد فتحة الرب إيد شفاها الرب إيد الله أعطاه نعمة الحياة إيد كانت منفصلة عن الجسد وحاجاته صار أم تختم الجسد بإحتياجات وهيدا أنت هالإيد هيدا أنت اليوم الجسد كله عم يندهلك ويندهلك ليقلك مدي إيدك مدي إيدك لحتى يكبر الحب ويكبر العطاء ويكبر مجد الله فيه وبالآخرين يتابع الإنجيل ويقول فهدت صحية فخرج الفريسيون وفي الحال طمروا صوروا يسوع يشوفون يحدوا يسوع يضول يظلموا يسوع يخلص يحل 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 لنا كريم الجميل كيف لنا شعب أعمى ماذا تأكلون يا رب يا رب وأنتم تريدون قتلي قالوا يسوع من يريد قتلك ما لنا غلطة إذا هناك سامري أو فيك شيطان يسوع لنا السامري ولا فيه شيطان كل حال السامري هنا أولاد الله كمان كما كل الشعوب بس المؤسف أنه لما يسوع يكشف حياتنا نعمل حالنا يدي سين ونعمل الله غلطة الله لا يغلط نحن اللي مغلط أجع أذكركم بأرقام التليفون والإقتصالات لمشاركاتكم أرقام ما تمروا قدامكم كان في لبنان أو خارج لبنان ويهمني كثير إسمع صوتكم سوف أكفي المقطع بالإنجيل سوف يكون خينا هي ترتيلة لنقف معه ومن تعب بعدين فقط كفي هالمقع فخرجوا عليه وقتمروا عليه مع الهيرودوسيين ليهلكوا هيرودوسيين يعني أتباع الملك وكان بهمون السياسة والسلطة ليهلكوا والغريب أنه دائما يلتفق محبين المال مع السلطة ليهلكوا من يهزل العروش المالية ومن يبطح السلطة بفسادة غريبين كأنه لم يغير شيء بهالزمن كأنه دائما الفساد هو السايد وكأنه المسيح غاب عن حياتنا أو غيب عن حياتنا اليوم نريح نعمل الخير ونسأل هل سنغلب أو نغلب أكيد إذا نؤمن بيسوء لأنه غلبت العالم سنغلب وننتصر نرجع لأيكم أخوتي وأخواتي بعد هذه الترتيلة التي تأملنا بكلماتها ونرجع تذكركم بأرقام التليفون التي يغني وشاركاتكم ويغني الحلقة الحوار الذي يحدث مع بعض مثل ما صار مع خينا إلي عندما اشتركنا بالحوار واشتركنا في هالأفكار التي كان يقتسم معي ويقتسم معكم ومنقتسم من خلال كلمة ربنا التي نضوي عليها من خلال الانجيل وبالأحرى نأخذ من نورها لأنها التي تضوي علينا لأنها النور التي يضوي حياتنا كلمة الرب منتابع تأملنا بالانجيل سواء ما يكون صار في اتصالاتكم ومشاركاتكم ومنتابع بعنوان الطبيب وانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر هنا أنا عندي مش أكثر من مجرد سؤال بس بروح فيه أبعد هل انصرف يسوع من المجمع للبحر هو مجرد حدث جغراطي أكيد لا فيهم معنى أبعد البحر هو طريق الأمم البحر هو اللي بيجيب لك الغريب وبيجيب لك السفون وبيجيب لك التجارة وبيفتح أفاك لتتواصل مع العالم الثاني بهذا كل وقت لأنه لم يكن فيه طيران يبدأ 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 في البحر وفيكثير مناطق لا يبدأ في البحر لأنه مثل الجزر ومثل بعض المناطق من هون كان السؤال المهم لما يسوع أبو الراع البحر اللي يقلنا أنتوا عم ترفضوا البشارة أنا هنطلق من الأمم كلمة الله دفعت إليكم وانتوا ما قبلتوا إبراهيم وبني الملكوتي الخون خارجا يسوع ورجعنا بإنجيل بأن الغرباء اللي مالون يهود أن أقرب لأ الله من اللي بعد وحالون يهود إمتى يا رب نحن طعمينا للبفساكين إمتى لبسنا العرات إمتى إمتى كل ما فعلتمه لأخوتي الصغار فبي قد فعلتمه عكس اللي قالوا لأما باسمك قد تنبانا أما صنعت معجزات ولدنا أو لأنه أنا يهودي أو لأنه أنا كذا يسوع لا تنغش وتقولوا نكون أبناء إبراهيم الله قادر أن يقيم من الحجارة أبناء الإبراهيم ورجعنا يسوع بالإنجيل اللي عدناه الغرباء هن المشهود لهم بالإيمان خذوا الكنعانية عظيم إيمانك يا مرأة خذوا قائد المئة لم أجد مثل هذا الإيمان ولا في إسرائيل شوفوا الإيمان شوفوا كورنيلوس اللي ركع الدم بطروس قالوا أنا خادم مثلك هدول الأمم اللي قائد المئة لما شاف الألم شهد هذا أبناء الله كان أبناء الفكر ويختم الحجر ويدفع مصاري ويسك لهيك نحن كتير أوقات منقول الغريب أقرب من الغريب نعم هدي حيقة ويسوع لم شاب نابولوس أعداء الإنسان أهل بيته أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله أما الذين قبلوا وقد عطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله الذين لم يولدوا لا من مشيئة رجل ولا من لحم ولا من دم مثل بنتم ولا عيل ولا مجتمع لكن من الله يولده هدول اللي أقرب للمسيح هدول جاء من البحر هدول اللي قال له يسوع للإديس بطرس ألقي شباكك في العمق لحتى فعلا يقدر يطالع الناس اللي هن بحاجة للخلاص إني منذ الآن أجعلك صيادا للناس خلينا ناخد اتصال ألو ألو سلام المسيح معاكم ألو يا مخلص مثل يابس اليد أنا شفيني يا يسوع خلاصي أنا تفضل يا مخلص ألو ألو تعليق صغير أول وبعدين السؤال اليد هي كانت يابسة لكن القلب كان متحد مع يسوع لذلك هو تقدم أبو الإيد اليابسة إلى الرب ويسوع عرف أنه هذا جاء من قلبه وليس أنه جاء بس على مد إيده لذلك يجب أن يكون العطاء دائما ومهما كان نوعه صادر من القلب ومو صادر من اليد القلب إذا كان يابس والإيد تنطي لكن ما هي الفائدة هذه هل الله يقبل شكل شغلي ما أعتقد لذلك أنه لازم نطلب الملكوت الأرضي لكن نطلب الملكوت السماوي لذلك لذلك يا أبونا دائما دعما يطلع من قلبنا كل أعمال المحبة ومثل ما اتفضلت إذا كان الفقير أو إلى ننطي تبرع أو إلى نداري مريض فكل هاي لازم تصدر من القلب يا أبونا أمين أمين يا مخلص وأبونا بس عندي سؤال مو على البرنامج البرنامج يسوع هو الجواب ليش نلغى لأنه هل خلصت إجابات يسوع عن الإنجيل اللي كنت تقدمه ويقدمه أي كهن آخر نريد أنه يكون هكي برنامج لأنه يفتح القلب ويخلي أنه تطور فإذا ممكن أبونا أن يعاد هذا البرنامج ويعاد النظر بينه رئيسي لنا حتى نبين آراءنا وشكرا أبونا أنا بشكرك مو خلص ومارسي على سؤالك بظن الإدارة تبعت ليل مير سمعت هذا ورح تسمعه وإن شاء الله خير دايما نتكل عن رب وفيه خير ربنا بيأدمه وعلى خلينا يا مو خلص منتابع تعاملنا بالإنجيل وبرجع بذكركم بالاتصالات اللي بتغني البرنامج وبتسعبني أنا لما بسمع صوتكم ومشاركاتكم في الكريم من الأخوة والخيات اللي اليوم ما سمعنا صوتهم صلنا فترة بحب تسمع صوتكم ومشاركاتهم منتابع تأملنا بالإنجيل فإذا هذا البحر هو العالم المفتوح للأبدية هو اللي بيأتي منه مثل رب لبطرس أجعلك صيادا للبشر طالع البشر الغرقانين بهموم الحياة مشي ينفع الأمواج بإيمانك يا بطرس مثل ما أنت رح تمشي وما تغرأ كون واسئ يا بطرس بأنه مهما قوية العاصفة أنا خاضر صوتي أقوى منها بيهدي الرياح وبيسكن العواصف وبيهدي الأمواج نحن بحاجة اليوم أنه يسوى يكون معنا ببحرها الحياة وبحاجة نقل له مع الإديس أغسطينوس أنت يا من أمرت البحر والرياح فهدت تعال ومشي على أمواج قلبي فيهدأ ويستقر كل ما بيه نحن بحاجة نقول هالكلام للرب لحتى نحن نتأمل بوجه ونقدر نتخطى كل الأحزان يسوع بينا وتبيعه جمع غافير من الجليل حلو يكون لأي يسوع الناس تتبعه وتبعه بس يسوع ما أجل يعمل زعيم سياسي ولا زعيم اجتماعي ولا أجل يعمل قائد وراء جنوده أجل المسيح ليكون مخلص وراء المخلصين وهو ماشي قدامه اللي يرد الخطر عنه مثل مراعي الصالح بيبزل نفسه عن الخراب هو بزل نفسه عنه لحتى يبتدينا ولهيك المن أراد أن يتبعني يمشي وراي هذا اللي ما بيضيع لأنه المسيح الطريق والحق والحياة واللي بيتبع النون ما بيتعسر بالظلام يسوع عجل يحقي هالشي بحياتنا شرط نعرف نمشي ورا ونتطلع فيه وماربول سأل أنسى ما ورائي امتد ما أمامي جعل نظري إلى يسوع مبدأ الإيمان ومكمله بيتابع الإنجيل وبيقول وسمع جمع كثير من اليهودية وأورشالين وأدوم وعبر الأردن وضواحي السور والصيدة بكل ما صنع فأقبلوا إليه يسوع صارع بالنسبة له مشهور بكل فلسطين وبخارج فلسطين مثل عبر الأردن وباللبنان بصيدة وصور وكل هالمناطق مع نشكر الرب أنه يسوع وكل الناس تعرفه بس كل الناس عيش هابن الله وليس Anyway وهو يسوع شيطان قبل منه ويعرف من هو يسوع الشيطان قبل منه ويعرف منا أنت وباستحلفك ما تعذبني عرفانه الشيطان وإن هو يسوع المسيح أبن الله بس هذا ما بيعني انه الشيطان صار إديس لأني أنه عرفه ولا بيعني لأني نحن عرفه بنسير إديس المعرفة بدون أعمال ميتة ويسوع إرادة أبي الذي في السماوات. وماذا الفائدة إذا نعرف الله وما نفعل؟ من يعرف الكثير يطالب بالكثير. والعبد الذي يعرف ما شئت سيدة ولم يعمل بها يضرب كثيرا. نحن نعرف كل هذه الأمور. مين مننا ما يعرف يسوع الله بس كيف نعيش؟ استكالنا عليك الله. مين مننا ما يعرف يسوع المخلص؟ ومين مننا عيش كإمام يسوع هو خلاص ومش شيء تاني؟ مين مننا ما يعرف أنه في حياة أبدية؟ ومين مننا عايش لهذه الحياة الأبدية؟ هيك لازم نسأل ذاتنا. مين مننا ما يعرف تعليم يسوع واضحة بمحبة القريب والعطاء وبذل الذات؟ ومين مننا بطبيها الأمور أكثر ما بهموا يبذلوا الآخرين ذاتهم عنه؟ ويعود على كرسي وعلى عارف؟ ساعة يسوع المخلص وأسأل أمام هن اللي بحبوا الكراسي والعروش أنتوا كونوا على مثال المسيح خدام والأول فيكن خادماً للكل. كثير مآييز نعرفها بس نعيشها ما نسأل. لهك ماربولو سأل الخير بدي عمله ما بعمله. والشرل ما بدي عمله ما بعمله. الويل وليه أنا الإنسان الشقي. من ينقذني من جسد الموت؟ ما في إلا المسيح بيقدر يحررنا. من هون ما بيكفي لازم نعرف إذا أنا جاي من أورشالين اللي بعد حالي من مدينة الأديسين أو جاي من صور وصيدة من مدن إلى رصيدة تاريخي وعندها رغب ثقافتها وكل الشياء التانية أو جاي من عبر الأردن وعندي كل الأمور التالتة. وأنا جاي ما بعرف من أورشالين ومن العاصمة. عاصمة ومعندي يسوع كلنا من التساوي. كلنا منم نعرف تلاميذ بحاجة لمعلم بحضبه والمسيح. كلنا منم نعرف مسيح. كلنا منم نعرف مرضى بحاجة بالجسد أو الروح. وفي حاجة للشفاء والمسيح وقالواع الشافى. كلنا خطأ وبحاجة لغفران واحد هو المسيح. السيدة ويغلط، السورة ويغلط، وござيارات في قيروت وغلط من أستراليا وغلط من أمريكا وغلط من بورشالين وغلط من أوردن يغلط من أوردن. والموجود في العراق يغلط، والموجود في الفلسين يغلط، وكلنا نغلط، وكلنا نستمجد الله مثل مابول مربولوس والمسيح قال، من منكم بلا خطيئة؟ كلنا خطأ، ويقول للبنسوحنا، إذا قال لنا لم نخطئ نجعل الله كاذبا وليس الحق فينا فإذا كلنا نجتمع حول يسوع لأنه واحده يستطيع أن يكون المخطرة، وواحده يستطيع أن يكون الحياة الأبدية يتابع الإنجيل ويقول لي، أخذ اتصال ونتابع، أهلا؟ أهلا؟ يا بس اليد، أنا، أشفيني يا يسوع خلاصي؟ أمين، أهلا وسهلا يا نادية، كيفكم في ألمانيا؟ نسور الله، الحمد لله، شكرا أبونا، شكرا أبونا، شكرا أبونا، شكرا أبونا، لم أستطيع أن أسمع صوتك اليوم أهلا، هيا قسمتي، بعد أحسن أبونا، حينما أسمع صوتك، وليس تسمع صوتك، وليس تسمع وجودك مرسي يا أبونا، مرسي، فضل يا نادية أبونا، نحن مع الأسف مبث إيدينا اليابسة، هي مبث بالعطاء المادي، العطاء الروحي، قلوبنا يابسة نعم، أنا المفروض أوصل كلمة الله، أنطل المحبة للآخرين، أزور المريض، أسوي كل اللي قال علينا ويسوع نعم، فهذا اللي قل نسويه، نحن متابعين لهذا العالم، وبعدين أنا أروح بمكان وأحاول أحكي كلمة يسوع لأن أنا مسيحي رسولة الكريمة، لازم أوصل إلي عندي، صحيح وإذا يضاجوا من عندي يعني إذا العالم تتضجر بأنه هنا ده أحكي تعاليم يسوء أو ده ما أجامل وأحكي الحقيقة هذا فخر إلي يعني يثبت بأنه نحن ناس تابعين لليسوء مو تابعين لهذا العالم ومارسي إليك أنا بدي أشكك بس ابما تقطعي الاتصال نادية بدي أذكرك ما أوقات أنا وبعضنا بشبهوا هل في الريسيين لما بيدخل واحد ليحكي عن الله منقول هلأ مش وقت الوعز مش وقت الله هلأ في شيء أهم اف هلأ بيجي دعود على قلب نعمل حالو قديس ما منقوله تمام أبونا نقوله قديش مننتقد وتواحد نعم قاوم نحن ما لازم يعني نرغى برابو عليكي ولازم نحن نكون دايما صوت الله بهالعالم يعني المسيحي بول أحد القديسين يا نادية هو ضمير العالم ضمير العالم شو الضمير ضمير هو صوت الله فينا هو ضمير العالم المسيحي اللي بيقدر يقول أنا ما بساير الغلاط لو مين ما كان عم بيعمله وما بقول الصح غلط لو مين ما كان عم بيعمله حتى لو كان عدوي صاح بدي قول عم بيعمل صاح وحتى لو خي عم بيعمل غلط بيقول عم بيعمل غلط ووقف مع الحق اكيد ابونا نحن مش منعنصار مبدأ ناصر اخاكا ظالما كان او مظلوم نحن منوقف مع المظلوم ومنقاوم الظالم لنرده عن ظلمه اكيد ابونا انا بشرك يا نادية وخليلنا ياك مارك يا ابونا خليك يا رب وهون بدي يقول خبرية قبل ما نتابع تعاملنا بالانجيل بيحكوا عن الملك لويس ملك فرنسا اللي طوبطه الكنيسة الديس خيوا الامير بيوم الايام مختلف مع واحد فلاح واخد له ارضه قام قرر هالفلاح يرفع دعوته للملك قالوا له انت مجنون بدك تشكي امير وخيوا للملك وانت فلاح سكوتوا بلعب قالوا لا انا بدي خبر الملك باللي صار وعمل المستحيل الملك عرف فيه قالوا نجيبه اجي عند الملك قال له شو قصتك قالوا واحد اثنين تلاته هيك عمل خيك فيني بيستدعي لخيوا وبيقولوا انا اللي بدي انظر بالقضية لا القاضي ولا الحاكمة انا اللي بدي انظر فيها لانه اذا رح عند قاضي يمكنني اقول هذا خي الملك انا ش بدي اقوم حكم عليه وميز على الملك وسمع القصة من خيوا وسمع من هذاك بيقول له لخيوا بتظن لانك امير وخيوا لملك فرنسا انت فوق المحبة والعدل والأوانين أنت مخالفت وتردله أرضه وتردله أرضه وطلب أغطاء تعويض واعتذر منه وأغطى الحق للفلاح لأن الحق يعلو ولا يعلو عليه وإنه أننا اليوم حكامنا من هالأمثال يعني واحد بيأكل البيضة والسلة مع التأشيرة ما بسر جي تقله بقول لك بلعها وسكوت أنا محيط عشين من أمرك كل هالأمور بتدلع غياب الله بحياتنا لايك بالتابع الإنجيل وبيقول شوفوا شو حلو فقلنا وبعد ما يسوع فإذا أقبلوا إلي اللي بعد كل شي صنع أمر تلاميذه أن يركب السفينة خشية أن يزاحمه الجمع يركب السفينة يسوع بريدنا من قلب الكنيسة نوصل للآخرين لمنضيع مع العالم نحن قلنا هوية وهوية هي الكنيسة كنيسة ما يعني بمفهوم الطائفة أنا روم أنا كاتوليك أنا أرثوذوكس أنا لاتيني أنا أرمان أنا بنتمي لكنيسة المسيح أسسها وهالكنيسة هالسفينة هالسفينة بتضم كل الرسول وكل الكنيسة وكل اللي آمنوا بيسوع الله هالسفينة موجودة الكاتوليكي وموجودة الأرثوذوكسي وموجودة الإنجيلي وموجودة اللي عم بيبحث عن الحقيقة واللي عم بيقبل يسوع هو الله لهيك نحن منقول اللي بجمعنا الأسرار ممكن نختلف بطريقة ممارسة يمكن نختلف بعددها لكن كلنا من التفع عن الشياء الأساسية بإيماننا ونسمي العقائد اللي هي الثالوس الأقدس والتجسد الإلهي والفداء المحيط كلنا من التفع عليها وهيدي السفينة اللي كلنا نرتنقلنا من الزمن للأبدية عبر الإيمان بيسوع المسيح ابن الله اللي صار إنسان عبر الإيمان بالآب والابن والروح القدس عبر الإيمان بالمسيح اللي مات وعاد حيا ليسود الأحياء والعموات والجمعة بتزاحم لأن الجمعة كانت بدأ لمسة من يسوع ونحن أوقات لازم ننقل هاللمسة ليسوا مثل ما التوب اللي لبسوا يسوع نقل الشفاء للمرأة النازفة تذكري وتذكر واتذكر ونتذكر كلنا سوا بينهن نحن توب المسيح اللي لازم يبين عمل المسيح فينا لهيك قالنا الإديس بورس أنتم الذين بالمسيح تمثتم المسيح قد لبستم لبسنا المسيح بحياتنا ولبسنا المسيح وجه بشري ليشوفونا الناس من خلالنا يشوفوه له سات القضية مزدوجة صعبة شوي أنه أكون أنا الإنسان الضعيف بدي بيّن حضور الله بعالمي لأني أنا عم بعيش بأله وليه بيسأله بعملي ولهيك مربولو سأل أنا حي لا بل المسيح حي فيه وما أحياه في الجسد أحياه لبن الله الذي أحبني ومات عني من تابع تأملنا بالإنجيل فإنه كان قد شفى كثيرين يسوعا بيشفي وعنده الشفاء لكثيرين أمراض الروح وأمراض الجسد بس إذا نحن ما عم نشفى أيدي لألة إيماننا ولعدم سيئتنا فيه ولما سألوا الرسول ليش نحن ما عدرنا ننطال الشيطان قال له لقلة إيمانكم لو كان لكون إيمان أتحبت الخردل لألتو له الجبل انتقل ليش اليوم ما في عجايب بالنسبة للكنيسة رجالات عبيعهم مثل الماضي لأنه ما عد وجهنا بوجه الله ولا عدنا مثل الديس بطرس يقول الله فضى عندي ولا دهب أعطيك ما عندي بسم الرب هم ومشي لأنه اليوم كل واحد مننا صار عنده كل شي غير الله وعنده الشيء كثير أهم من الله وصار الله مهني بيعيش علي مش بعيش فيه بعيش علي بعتاش علي كأي مهنة الله مانه مهني لعتاش عليه الله مانه وظيفة لأتوظف عنده الله مانه مكتب للتوظيف ويعطيه مكافأة إخل السنة ولا الناجحين الله بيت الله هوى بتنفسه الله نور بشوف فيه الله حياته بينبط فيني الحياة الله كل شيء لي وبدونه ما عندي شيء بيتابع لنجيله بيقوله ولذلك كل من كان بهداء كان يتهافت عليه ليلمسه شايفين قديش العالم بحاجة للمسة الله قديش العالم بحاجة ليلمس يسوع قديش العالم عم بيبحث اليوم عن لمسة فيه حياة لأن العالم ميت ما فيلا صوت يسوع بأومه العالم عيش بحرب ما فيلا صوت يسوع بيزرع السلام وبولارده السيفة كايلة غمده من أخذ بالسيف بالسيف يوخذ العالم عيش بعتمه ما فيلا نور المسيح بيضاوي ظلمته العالم عم بينزف ما فيلا المسيح بيواقف نزيفه العالم مسكون من الشياطين ما فيلا المسيح بيحرره وكانت الأرواح النجسة بعدني أبولا إذ رأته كان شو بتعمل الأرواح النجسة شافت يسوع تخر أمامه وتتدرع إليه قائلة أنت ابن الله شفتوا أنه الشياطين بيعرفوا الله هاي المعركة اللي كنت أبي بحكي عنا مشوية الشياطين بيعرفوا الله بس عيشين لأ الله؟ هذا السؤال التاني كان السؤال واضح الشياطين ما بيعيش لأ الله بيعيش ليعاند الله والله بطول أناته ورحمته بيوجه قديش محبته كبيرة لكل خلايقه حتى اللي اخترتوا الطريق الغلط على أمل أنه ترجع تصير طريقة صحة وهون منقول ربنا عالم بكل الأمور وكانوا وكان ينطهرهم كثيرا أن لا يشهروا شايفين يسوع ما فتش عمجل الناس بنا ونحن إذا عملنا عمل نبوق قدامنا وفلان اتبرع بأدوات طبية أو فلانة صوروا على التلفزيون ونزلوه وأدموله أدرع وأوسمة فلان ما بعلي شو عمل للكنيسة أدموله وسام باترياركي وسام أسخفي وجبوله وسام ما بعلي شو لأنه عمل هيك للكنيسة لماذا بشر دائما ننطر الثمن؟ الثمن الذي نشتري فيه مجد الناس ولكن أنت من عند الله لا يمشوا هؤلاء إذا أخذت مئة وسام من مئة رجل دين وحياتي كليا مختلفة وعملت شيء لإرضاء الأذات قال برايكو زراحة عند الله أولا جيته الأوسمة بليد خليا مظفر بالأوسمة لو كانت الأمور هاي كان ملوك الأرض صاروا كلهم بالسماء أنا لا أضعهم محلتين بحنين وأن الله يعرفه وأنه يجب أن يكون الله اللي يعرف ولكن أقول هؤلاء ليس المئياس لم يكن المئياس أبدا لأنه أليس عظم ما كان عنده ولا وسام ولا تيب ولا عنده شيء وكليب عم تحسوك روحه وكان بحضن إبراهيم ويسوع مات عاري لا منظر له ولا بهاء فنشتهيه وكان يسوع بالوقت ذاته هو رب السماء والأرض وهيرودوس كان عنده كل الأوسمة ويمنح الأوسمة ومات ميتة فظيعة وهيرودوس الكبير وأنتا هو عايش ما الفايدة فإذن؟ الفايدة ليس اللي بالله يرى فايدة باللي يتخطى اللي لا يرى ليوصلنا اللي لا يرى كمان بيتخطى اللي لا يرى لأنه هو أبدي وحتى اللي لا يرى المنروح فيه عم يشوف جزء من أبدية مطلعة الله هو الخالق فيها وعيد إيماننا المسيحي من هون يسوع المسيح ويسألنا أنا وأنتم قديشنا فعلا نعيش على مستوى الإيمان عم مستوى الشهادة وبرجع بذكركم كثير مهم اسمع اتصالاتكم واسمع أصواتكم وتذكروا الإنجيل كتاب ما نكتاب بس نحطه بمكتبه هو كتاب لن نتغذى فيه كلامي روح وحياة ليس بالخبزة واحدة ويحيى الإنسان بكل كلمة تخرج من فم الله يسوع عم بيدعينا فإذا لحتى نكون لأله ونكون أميني مثل ما هو أمين لألنا وما نكر ذاته سأدعو باسمك إخوتي ما استحى فينا بينما نحن نستحى فيه ولهيك قال رب يسوع ما نستحى به قدام الناس استحى به أيضاً أمام أبي الذي في السماوات أمام ملايكة الإديسين متى جاء في مجده كل الأسئلة اليوم اللي طرحها الإنجيل واللي عم نتأمل فيها هي أسئلة كل واحد منها هو عنده الجواب الشخصي لأله أنا ما فيني جاوب عنك ولا عنك أنت المخول اللي تجاوب عن ذاتك إذا اللي قلته اليوم فيه الحي على قلك ولا قلك ولا اللي شاهده ولا اللي سمع أو اللي راح يسمع لكن ببقى السؤال الأعظم قديشنا فعلاً اليوم بهالزمن المضطرب عم نبحث عن المسيح عم نقول له حررنا العالم يا رب مش بس جايع للأكل والشرب والخبز والتيب جايع لحيئتك صدقوني اليوم بكل هالثورات اللي عم بتسير طلب للحرية طلب للعيش الكريم طلب للإنسان يعيش بكرامته بإنسانيته يحترموه كإنسان بغض النظر عن طيفته ودينه هذا حق بشري كل حو الدنيا بتحترمه ممنون يجبر حدا يصير مسيحي مثل يا رب ما ليس عليكم فهو معكم يسود عنا نحترم الكل وما جبر حدا يتبعه وصفاً عنه إن شئت أنت تتبعني بس نحن واعين بمشكلة هلأ متطلع الثورة لا تحكي عن غياب الله بحياته بحياة أولاده شفتوا شيء عيلة سيرة ليس لأن نقصها خبز لأن نقصها الله يكون موجود ببيته سلام ومحبة وخلاف شفتوا شيء ناس يأتينا على الكنيسة عم بيعطردوا لأن الله ما نمالي قلبهم وحياتهم ونحن مناقصين بحقهم شفتوا ناس يعدوا بالكنيسة ما عدوا على الطرقات تحت كل عوامل الطبيعة لحتى الله يدخل بحياتهم ويصارعوه مثل ما صارعوا يعقوب بالعهد الأديم سبتاك إلا تباركني شفتوا ناس يصهروا مثل السمعان العمودي ليل مع نهار يصلوا أو مثل أنطونيا صارت سند عكاز وحتى يتقضي ليلة ما يغفى ويصلي نحن معنا لا نطلب هذا لأننا لا نشتغل إلا للكوت الفاني ليس للكوت البافي للحياة الأبدية شفتوا شيء مرة ثورة طالعة لأنه لا نعطيكم كلمة الله أنتم عصرين يعطانا الله مصرين بصهرات إنجرية لبيوتنا ولأولادنا مصرين بعيش المسيح قدامنا مصرين لأنه لا تعطونا الأسرار لأنه بالوعزات بالكنيسة لا تحكونا عن الله لا تحكونا عن كل شيء إلا الله طلبتوا فيها شيء مرة هذه الثورة التي تبدأ بالحياة شيء مرة قلتوا لنا الأبيض أبيض والأسود أسود وعلمتونا ما نساير ولا نحابي الوجوه شيء مرة علمتونا أنه الناس كلها تتساوى وبرهنتوا هالشيء عمليا يوم اللي بيكون فيه شخص أهم البقية بنظركم من الموجودين بالكنيسة كل هدول من حقكم تصوروا عليهم ومن حقي أجاوبكم عليهم ومن حقي لكم أنه كلنا منتساوى قدام الله لهيك نحن اليوم عم نشكي فقر أنا مبلوم هاي المرة اللي طلعت اللي حكت اللي حكته اللي بلا طعمي بالنسبة إلي وهرطع بالنسبة إلي أولا واللي قبله لكن أنا بالنسبة إلي الكارثي العظم أنه لما واحد منه نحس أنه قديش في عنا فقر روحي وجهر روحي لأمور هي أساسية وبديهية بإيماننا في أنه العزراء ما ولدت إلا إله واحد هو يسوع المسيح من الروح القدس بأنه لا أحد يساوي المسيح المعلق الصليب لأنه يخفر لهم لأنه وحده المسيح اللي تعلق الصليب وغفر وهو الله وحده المسيح اللي بلا خطيئة واللي تجنوا عليه كلنا خطأ ومفاوت خطيانا كنا صغار أو كنا كبار وحده المسيح هو النور وحده المسيح هو الحق وما بيجي حدا غيره يقول أنا الحق وحده المسيح الطريق وما بيجي حدا غيره يقول أنا الطريق وحده المسيح هو السيد وما في غيره السيد هو وحده المسيح اللي ما بيتساوي ما غيره قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن لك ما يجيب حتى فلان وفلان والمسيح ما هو وحده المسيح اسمه يسوع المسيح لا عيسى ابن مريم ولا غيره يسوع اسمه المسيح ابن الله مخلص العالم لأني أفهم من المسيح اللي قال هو اسمه حسب الملاك وتسميناه يسوع هو الذي يخلص شعبه من خطاياه كل هالأمور أنتوا فقرة وأنا فقير فيها لأنه ما منعرف نشهد لا لا ولأنه دخلنا بسياسات المساومة هيدا اوكي حط راسك بين هالروس وقل يقطع الروس هوني قل هدا نبي قل هدا كذا أنا ما عندي مشكلة مع حدا بس أنا عندي مشكلة اللي بنسى انجيله وبنسى مسيحه لا يرضي الناس ومربولوس قال لو كنت أرضي الناس ما كنت عبدا للمسيح وقال لأنه بده يرضي المسيح صار حسب كأجزار كأوسار يستخبص والجميع حتى الآن عن حاله عن الرسل مشهدا للناس وللملائكة نحن نخاف سكروا باب بوجنا إذا قالنا كلمة الحق بس ما منخاف إذا تسكرت السماء بوجنا لأنه ضيعنا الحق ما عندنا مشكلة إذا قضينا قيسر دخوضنا الله ما علينا مشكلة ما عندنا مشكلة إذا بردنا مليان وإنفوسنا فاضيا ما عندنا مشكلة إذا جيوبنا متخمة وقلوبنا فارغة ما عندنا مشكلة إذا إيدانا يابسة ما بتصل إلا لجيوبنا وما بتطلع منا بس عنا مشكلة زمن من يدينا نعطيله الله لهيك عملوا اجتماع اليوم وقولوا في مزايدة بكذا شغلة بتشوفوا المجوهرات الألماس بمتاحة بلندن بأميركا بأوروبا وما بتكون بتفعوا بالملايين حق قطعة ليقلق مشان لوحة اسمها فنان مشهور أو قطعة مجوهرات أو شو عرفني قطعة أساس أو غيره أو فستان لبسته مرة مشهورة أو عارضة أو مسلعة أو بيت كونيا بس يا تورا قدام كل هذو إذا جينا قالنا مين اليوم بيزايد يقدم حياته ليخلص إنسان ليوصل السماء شوفوا قديش عدد اللي بتزايده وبحسبه بالقرش شوفوا اليوم بعد الأكوال واحدة بتشتري غرض أو واحد بتشتري غرض أيام هلا نحن كل الناس بأزمة حق قديش مئة دولار أبونا ما بتحرز مئة دولار حقصر ماي بس عطي له الفائد مئة دولار قفه عطوه مئة دولار لك حتيش عطاه بنغصه بنقطع نفسه معترين نحن نحن فعلا معترين مش معترين معترين لأنه يوم ما بيكون المسيح عطرنا نحن معترين فعزروني إذا مش عم ساوم لأنه ما تعودت مع المسيح ساوم قدت عندهم تعودت الصرخ لأنه المسيح تريدني صرخ اذهبوا وعلنوا البشارة وما بعلنا وانا يعد تحت الكرسي دولنا وانا فوق على السطح معقولها في الآزان نادو بها على السطوح آن الأوان لن نستيقظ مثل ما بول ماربوروز استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيئك المسيح عن الأوان نعمل ثورة وأنا بمبسط بكلمة ثورة لأن الثورة في انتفاضة على الذات أول شيء لأقيم الخشبة من عيني قبل ما أقيم القذر اللي بعين خيين الثورة لأقول كل ثورة بدخلها البغض وبدخلها الضغينة وبدخلها الكرة هي ثورة فازدة أو أفسدة وكل ثورة تصرخ بمطالبة الحق وما بتدافع اللي عن الحق ويوم بيكون خيار بيننا تقتل اللي عم بيظلم وتقتل اللي تخلص اللي عم بيظلم تختار الحل الثاني مثل ما عمل المسيح هكذا ينبغي أن يتم ما كتب قالوا لابطرس اردوا السيفك من أخذها بالسيف السيف يؤخذ نحن اليوم بحاجة أنا ما بدي أنسوا بكل انتفاضة وقب الطالب بحق على الشيطان لأن الشيطان يحب أن نعيش مضللين لكن الله يحب أن نعيش مبسوطين فرحانين فتحوا الانجيل يشوفوا شي مرة يسوع أحزان إنسان قالوا روح بكي وحندو وان في حزن أعطى فرح وان في مرض أعطى شفاء وان في موت أعطى حياة وان في خطايا أعطى مخفرة هذا المسيح إلينا لهيك قبل ما انهي بي الصلاة بشكل اللي يتصلوا وبشكل اللي لم يتصلوا على أمل مرات الجاي يكونوا تصادقون أكتر بذكركم الأداس يوم الجمعة بمطلن الكلدان ساعة ساعة عشية إذا الله راد ويوم الأحد ساعة عشرة بكنيسة الديسين بطرس وبولس بالبطرون وبدي أشكر كل اللي هنتابعوني كل اللي أبشادوا الحلقة على الفيسبوك والله يقدرنا نكون دايماً أميني لالو وقلينا ننهي بي الصلاة مثل ما بتدينا عنية لبنان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر وكل الشرق والإمارات وكل الزاوية كون فعلاً يوكمن نحملين هالروح اللي بتجمعنا مع كل البشر وبدي يصلي بشكل خاص لأهل أستراليا لأهل أميركا لأهل كندا أوروبا لربنا يشمل كلبين عندهم بسم الله والابن والروح القدس والإله الواحد أمين يا رب بارك كل اللي يشاهدوا هالحلقة اليوم واللي يشاهدوا بالأيام اللي جاية كون يا رب لك المريض فيهم شفاء لك الحزين معزي لك التعبان الراحة لك الضايع سوك بيده اللي يصلى عليك انت الطريق والحق والحياة وأعطينا يا رب نكون رسل نقدر نشهد لوجودك في حياتنا وين ما كنا وكيف ما كنا أعطينا نحترم الإنسان ونقدره لا على طيفته ولا على دينه ولا على جيبته ولا على مركزه الاجتماعي ولا على عائلته نقدره لأن صورتك ومثالك وأعطينا نبتشف بكل الزوايا مهما كانت مظلمة في نقطة قيضة ومنا ندخل يا رب لنوسع النقط وجودك فينا ليضوي العالم كله فيك إلى كل المجد يا رب هلأ كل وقت ولده للدائرين أمين ربنا يباركنا يفتح يدينا للعطاء حتى ما أنا بقى يبسي اليد ويعطي النعمة لكلنا سوا لنشتغل اللي بيبني ملكوته فينا وبالآخرين أمين بتمنى لكم ليلة سعيدة ووقت مبارك إلى اللقاء